السلام عليكم بنات كدير اللبس عليكم تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في تمام الصحة والعافية ومرحبا بكم جميعا في قناة افكار ميليكا واشركم بروك الله يدخلوا لكم الصحة والعافية وباش ما اتمنتوا ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اخواتي الكريمات اليوم عندي لكم فيديو جديد ورائع جدا الصراحة تستحق المشاهدة لانه الخدمة اللي خدمتها زوينة بثاف وشبيهة بالرندة انا تعجبني هاد النوع من الخدمات يجوا متقونين وعاطين العين واني يقين في نص الوقت ستنتمنى ان اونا الاعجاب ديلكم ان اعجبكم دائما ما تنساوش لايك لفيديو والبارتاج مع الاهر والاصدقاء والاقارب اللي تعوم الفائدة واللي عنده اي سؤال او لا استبسار احطوا لي في التعليفات غادي نجاوكم بكل فرح ودابة غدين خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة غادي ندعو بسم الله على بركة الله اول حاجة تحتاجو هي الحبكة اراها اه اه انا ادخلتوا للقنات غادي اتلقاوا فيديو خاص بالحبكة طريقة جد سهلة اه كيفما تطلعت اخواتي غادي ندعو بسم الله على بركة الله اول حاجة غادي ننخدمه عقدة البداية وغادي ننخدمه على الظهر ديل توب ماشي للوجه ديل توب غادي ننتبتو الخيط ديالنا بغرزة حشو ثم غادي ننخدمه غرزة تانية في الغرزة المولي غادي ننخدمه غرزة حشو من بعد غادي نرتفع بست سلاسيل ثم نجاوز الغرزة الاولى الثانية الثالثة في الغرزة الرابعة دائما في الحبكة ثم نجاوز الغرزة الموالية ثم نجاوز الغرزة الثانية الثانية ثم نستمر سبعة غرز حشو سبعة غرز حشو نجاوز الغرز حشو تنتمينا من الأخوات أنكم تكملوا الفيديو حتى النهاية بشوفوا جميع التفاصيل لانو الصراحة يستحق المشاهدة يعني فيديو زوين وخدمة زوينة وانيقة جدا صلاح الكميمات المقب ممكن ان نخدمها حتى لدورة دي العنق هكذا حاجة خفيفة او لا نصف طوق لحسب الاختيار دي كل واحد وبحال هاد الخديمات هكذا اخفافين وخصوصا ان هادي شبيهة بالرندا تجي رائع جدا من بعد ما كمنا اخواتي سبع غرز حشو هاد نخدمو ست سلاسل ثم غد نجول الحبكة دينا وغد نجاوزو الورزة الاولى الثانية الثالثة بالغرزة الرابعة نخدمو غرزة حشو هكذا تنكملو بنفس الطريقة وبنفس الترتيب يعني هاد القياس اللي خدمنا غد نخدمو فيها دريس واحد وهكذا غد نكمله غد نجي العرزة الموالية غد نخدمو غرزة حشو تانية ثم العرزة الثالثة انا نخدمو فيها غرزة حشو تالثة يعني هدا ولا يكون فاصل ما بين كل دريس ودريس غد نكملو اخواتي غد نرتافع بست سلاسل ثم غد نجول الحبكة غد نجاوزو الغرزة الاولى الثانية الثالثة في الغرزة الرابعة غد نخدمو غرزة حشو غد نستمرو اخواتي بنفس الطريقة بنفس الترتيب غد نخدمو ست سلاسل سبعة دي الغرز حشو ست سلاسل ثلاثة دي الغرز حشو ست سلاسل وهكذا احتى غد نكملو السطر باكمله على القياس اللي احنا محتاجين له من بعد ما كملنا السطر باكمله غد نخدمو غرزة حشو ثم القلب العمل لنا وغد نعمروا هاد الفارغ بعشرة دي الغرز حشو على حسب الاختيار كي اللي غدي تجي ثمانية دي الغرز حشو كي اللي غدي يخدم عشرة دي الغرز حشو على حسب الاختيار دي كل واحد كي اللي تيرخي الخدمة ديالو كي اللي تيتقنها من بعد ما كملت عشرة دي الغرز حشو كي ما تتلاحظوا تتنعمرها مزيان تجي امتقونا غدي نجي دبان خدمو في هاد الفوق هاد غرز حشو اللي خدمنا هاد سبعات غرز حشو غدي نخدمو فوق منا خمس غرز حشو يعني غدي هنا غدي نخدمو العملية للتناقص كان سبعات دي الغرز حشو في هاد السطر غدي تكون خمسة خمسة دي الغرز حشو وهكذا تتتفق علينا في الاخير غرزات حشو واحدة يعني سنخدمو التناقص باش يجين على شكل متلت كل جهة نقص منها غرزا من بعد ما خدمنا خمسة دي الغرز حشو غدي نجي لهاد الفارغ وغدي نخدمو خمس دي الغرز حشو عكس الفارغ الاول خدمنا عشرة دي الغرز حشو في هاد الفارغ غدي نخدمو فقط خمسة دي الغرز حشو الاخوات اللي خدموا 8 ديال غرز حشو في الفرغ الاول هذي خدموا فقط 4 ديال غرز حشو من بعد ما خدمنا خمس غرز حشو قد نخليو هاد يعني هاد القياس هكذا فارغ وغادين تشوفوه في النهاية ديال العمل تشوفوه طريقة فاش غادي نعمره من بعد غادي اغتفع بست سلاسل من بعد ما قلبنا العمل ديالنا ثم غادي نجيو فوق هاد الغرز حشو يعني هاد خمس غرز حشو داب غادي نخدموه ثلاث غرز حشو يعني غادي نقصو كل جهة نقصو كغرزة حشو غادي يبقوا لنا ثلاثة ديال غرز حشو لانه هنا حضبنا عملية ديال التناقص باش يتكون لنا دك المتلت يزي يكون شبيه بالرندة لبن بعد ما حضبنا ثلاثة ديال غرز حشو غادي رتافعو بست سلاسل ثم غادي نجيو فوق هاد الغرز غادي نجاوزو الغرزة الاولى الثانية الثالثة الرابعة في الغرزة الخامسة غادي نخدمو غرزة حشو بهاد الطريقة ثم غادي نقلبو العمل ديالنا دابا في هاد الفارغ هادين عمرو بعشر غرز حشو بعد ما خدمنا عشر غرز حشو غادي نجيو لهاد فوق هاد الغرزة ونخدمو غرزة حشو لانه هي اللي بقات لنا نخدمو غرزة حشو ثم غادي نجيو لهاد الفارغ ونخدمو خمس غرز حشو بالنسبة للاخوات اللي خدمو تماني غرز حشو في الفارغ الاول غادي نخدمو هنا اربع ديال غرز حشو هكذا سنحصل على هاد الشكل ثم غادي نرتفع بست سلاسل غادي نقلبو العمل ديالنا وغادي نتجاوزو الغرزة الاولى الثانية الثالثة الرابعة في الغرزة الخامسة غادي نخدمو غرزة حشو من بعد غادي نقلبو لامل وغادي نخدمو خمس غرز حشو كما سبقت لكم انه ضروري تكمل الفيديو حتنيها بشيء غادي نشوفو جميع التفاصيل لان اي اي تفاصيل في التهارة ممكن انكم ما تتخدموهاش بنفس الطريقة من بعد ما خدمنا خمس غرز حشو غادي نرتفعو باربع سلاسل عفوا من بعد ما خدمنا ربعا ديال السلاسل غادي نتخدمو غرزة حشو في هاد الفراغ هذه الغرزة الحشو الاولى باش تكون عندنا غرزة بيكو دب غادي نتخدمو غرزة حشو تانية تالتة غرزة رابعة ثم اخيرا غرزة خامسة هكذا باش غادي نكونو عشرة ديالغرز غرزة حشو في المجموع هنا بدأت يبالي نضريس بدأت تكون عندنا الضريس مزيان دب غادي نعمر ذوك الفراغات اللي كنا خلينا في الاول يعني كل فراغ غادي نكمل ذوك عشرة ديالغرز حشو غادي نخدمو دبا خمسة ديالغرز حشو في كل فراغ باش نكملو عشرة ديالغرز حشو بالنسبة الاخوات اللي كانوا خدمو ثمانية ديالغرز حشو وفي هاد الفراغ خدمو فقط اربع ديالغرز حشو غادي يخدمو اربع غرز حشو اخرى باش يكملو ثمانية ديالغرز حشو على حساب كل واحد شحل غادي نكملو دائما هاد الفراغ الثاني غادي نخدمو في توا خمسة ديالغرز حشو وهذا هو الشكل كيف ما تطلحتو دبا ابدأ يبان زيان انا غادي نكسافي انا نكمل معكم غير هاد دريس فقط باش من لان انا لا كملت غادي نطول عليكم الفيديو اللهم غادي نخدمت معكم غير هاد دريس وغادي نتكملو على نفس بنفس الطريقة غادي نتكملو الخدمة كاملة فقط في هاد ثلاثة ديالغرز حشو غادي نتخدمو غرزة حشو واحدة تخدمو فوق منها غرزة حشو واحدة وغادي نتكملو بنفس الطريقة وبنفس الترتيب بالنسبة الباقي باش خدمنا هاد دريس الاول صراحة تجي دريس رائع جدا شبيه بالرانضا متقون وانيق تنتمنى انه وانا يعجب ديالكم كيف ما تطلحت هذا الشكل النهائي تجي رائع جدا وتنتمنى انه وانا الاعجاب ديالكم يعجبكم لائما ما تنسوش لايك للفيديو والبرتاج مع الاهل والاصدقاء والاقاربات هم الفائدة وما تنسوش لايك والتعليق ديالكم اه غادي نجاوكم بكل فرح والعام المقبل بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة